بعد إضراب دام تسعة أيام عادت الأمور إلى نصابها بقطاع العدلة أثر الزيادات التي أقرتها الوزارة في حق موظف هذا القطاع والاستجابة لمطالب مهنية أخرى المصير ذاته توج به إشعار الإضراب الذي رفعه موظف والبنوك مما قرروا الدخول في إضراب بداية من اليوم لتنتهي المفاوضات مع الجمعية المهنية للبنوك بزيادات في الأجور وبأثر الرجعية بالرغم من الخطاب الرسمي الذي سوقته الحكومة والمتمثل أساسا في عجل الخزينة العمومية وشحيم داخل البترول وعلى النقيض من ذلك يواصل أساتذة التعليم الابتدائي إضرابهم رغم دخوله أسبوعه السادس بعد فشل إطارات الوزارة في أول جلسة معهم بإقناعهم العدول عن الإضراب علما أن المطالب المرفوعة تتعلق أساسا بعادة النظر في التصنيف وتخفيف العباء الموكلة لأستاذ التعليم الابتدائي وهي المطالب التي تنتظر هذه الشريحة أن يفصل فيها وزير القطاع المنتظر أن يجتمع غدا بممثلية الأساتذة بعد رفع التنسقية قائمة إسمية بممثلها فهل سينجح بالعابد في إقناعهم في وقف الإضراب بعدما التفت بعض النقابات حولها؟